مرحباً، اليوم سنتعلى مكالمات تتعلق بالسياسة في الأخبار يخوض انتخابات مجلس الشيوخ جمهوريون ديموكراتز مقاعد شاغرة مثلاً في البرلمان شخص يحتل منصباً رسمياً سنة منافسات أو مسابقات 23 women are in the running for the U.S. Senate 15 Democrats and 8 Republicans 4 of those women are running in states with open seats which means they will not face an incumbent There are 35 Senate contests in 33 states this year 23 امرأة يخوضنا انتخابات لمجلس الشيوخ الأمريكي The U.S. Senate 15 ديموكراتز 15 ديموكراتز 8 جمهورية 8 Republicans أرمع من هؤلاء النساء يخوضون انتخابات في ولايات ذات مقاعد شاغرة 4 of those women are running in states with open seats الشيء الذي يعني بأنهن لن يواجهن شخصاً دو منصب لن يواجهن شخصاً يحتل منصباً وشخصاً دو منصب which means they will not face an incumbent لكنهن سيتنفسن لمناصب شاغرة open seats There are 35 senate contests in 33 states this year هناك 35 تنافساً أو مسابقة لمنصب الشيوخ في 33 ولاية هذا العام ترجمة نانسي قنقر